حالة الفرحة الكبيرة اللي بيعيشها جماهير النادي الاهلي من مبارح بعد الفوز على الترجل التونسي والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخ طبعا هنتكلم عن هذا الانجاز الحقوق النادي الاهلي مع ضرفنا في الستوديو مهاب ممدوح الناقد الرياضي اللي بنوارنا صباح الخير عليك يا مهاب صباح الخير عليكم صباح الخير عليكم وسعيد بتواجدي معكم طبعا يا أهلا بك إزاي شفت أداء النادي الاهلي مبارح حياة الاهلي لعب نظرية النهايات تكسب ولا تلعب يعني الحياة مرس الكولر دايما بيكون عارف من أين تؤكل الكتف زي ما بنقول هدف مبكر أربك حسابات الترجي هدف سريع في أول 15 دقيقة استغل الاهلي من خلاله ضغط الجمهور تحفيز الجمهور العدد الكبير اللي كان يعني بيملأ استاد القاهرة زي ما بنقول وبعدها تراجع الاهلي دفاعيا وده مش عيب تراجع دفاعيا للحفاظ على الهدف حتى حصد البطولة أو اللقب زي ما بنقول حتى في تصريحات مرس الكولر بعد المباراة أكد أن دي كانت الاستراتيجية من بداية المباراة أو من قبل المباراة كانت تعليماته بتشير إلى هدف مبكر ثم الحفاظ على الهدف الضرورة كانت عدم استقبال هدف وده الهدف اللي تحقق في النهاية والحقيقة الأهلي كالعادة بطل أفريقيا بس أول ربع ساعة كان ممكن الأهلي يجيب هدف تاني بمنتهى الراحة ويحافظ برضو على شيء بيكون بالضبط يعني حقيقة كان فيه ضغط كبير من الأهلي قوة هجومية كبيرة مستغلا إمام عشور مستغل بيرستا وحسين الشحات ولكن في النهاية دايما النهائيات أو النهايات الأفريقية بالذات أو القرية لها حسابات خاصة دايما المباراة دي بتبقى صعبة بتلعب أو بيبقى فيها ضغط ذهني كبير على اللاعبين فمش كل الأوقات يعني الفريق هيهاجم أو مش كل الأوقات الكورة هتبقى معاك خاصة أن انت بتلعب فريق كبير زي الترجي متوج بالبطولة أربع مرات ففريق له اسم وله تاريخ وله جمهوره الكبير اللي شوفناه في استادة القاهرة برضو مبارح فالأهلي حقق الهدف المنشود بأبسط الطرق وبأسهل الطرق الحقيقة طيب لو تكلمنا بقى عن الفنيات وأداء اللاعب مبارح الحقيقة أكثر من اللاعب مبارح أقدم مباراة مميزة لكن خليني أخص بالذكر كريم فؤاد اللي كان عليه دور كبير جدا في تعويض لعب قائد زي علي معلول حياة كريم فؤاد ما أصرش هجوميا ودفاعيا قدر أنه هو حتى يكون لي ثلاث عرضيات صحيحة بتتكلم في تمريرة مفتاحية بتتكلم حتى في قطع الكرة خمس مرات فالحقيقة أرقامه في الملعب كانت مميزة جدا كان عليه ضغط كبير جدا أنه هو بيعوض لعب قائد داخل الملعب وخارجه زي علي معلول فأعتقد كريم فؤاد قدم مباراة رائعة محمد عبد المنعم كالعادة يعني خليني طبعا رامي ربيعة هو المساهم في الهدف لكن محمد عبد المنعم كان فيه تراجع من الأهلي بشكل كبير دفاعيا فكان فيه هجمات كتير على الأهلي محمد عبد المنعم كان يعني حائط الصد لهذه الهجمات بتتكلم وسامة أبو علي المهاجم أو رأس الحرب الصريح كان دايما دفاع الأهلي بيكون من عنده من خلال الضغط الكبير اللي بينفزه على مدفعين التراجي وكالعادة وفي كل وقت طبعا إمام عصور القوة الهجومية الكبيرة للأهلي الصفقة المميزة للأهلي بتتكلم في تمريرات مفتاحية بتتكلم في تسديد من الخارج بتتكلم في صناعة فرص محققة فأعتقد أن إمام عصور برضو كان واحد من أهم اللاعبين اللي قدوا دورهم بشكل مثالي إمبارح أمام التراجي أكيد برغم أن الهدف يعني منقدر نقول أنه رامي ربيعة ساعد فيه أكتر بعيدا بقى عن يعني أجواء بس حتى إمبارح المشاجعين التونسيين كانوا بيتكلموا وشفنا الفيديو بتاع المشاجع التونسي وهو بيتكلم وشفنا رد فعل رامي ربيعة بعد المباراة وبيقول قد ايه أنا سعيد وما كنت شفت الفيديو وقد ايه دا ينعكس على أسرته الحاجات اللطيفة اللي بتحصل ما بين المباراة وأجواء المباراة دي بتنعكس على نفسية اللاعبين ومتخال إنها بتفرق معهم وبتفرق مع الفريق كمان بصفة عامة يعني خلينا أقولك رامي ربيعة بالذات واحد من اللاعبين اللي تعرضوا لانتقاد شديد قبل بداية الموسم كان بيتعرض لحملة كبيرة جدا من الانتقادات في وقت كان هو فيه بديل في الأهلي لكن الحقيقة إنه هو قدر يرجع وبإصراره وبثباته وبتركيزه الشديد وتطويره المستوى الفني طبعا بمساعدة مارس الكولر قدر إنه هو يرجع ويرد على الانتقادات دي وهي دي عقلية اللاعب المميز أو اللاعب اللي بيفكر بشكل محترف إنه هو يرد دايما في الملعب خلينا أقولك إن الفيديو اللي انت بتتكلمي عنه عن مشجع الترجي الحقيقة كان فيديو له صدى كبير بعد المباراة يعني محدش كان متوقع إن المدافع هو اللي يسجل الهدف ولكن كالعادة رامي ربيعة دايما دايما قائد داخل الملعب دايما دوره بيبقى مميز جدا في الأوقات الحاسمة طيب مصطفى شوبير كان متقلق مبارح وبقاله فترة حقيقة يعني أثبت نفسه خلاص يعني كده نتطمن على مركز حراسة المرمى في النادي الأهلي سواء بالنسبة للشناوي أو لشوبير طبعا حامو صفى شوبير يعني خلينا أقول لك رقم تاريخي هو أول حارس في تاريخ دوري أبطال إفريقيا بيحافظ على نظافة شباكه تسعة مباراة متتالية وبيتوج باللقب رقم تاريخي في وقته هو جاي فيه من بعيد يمكن محمد الشناوي كان دايما هو الحارس الأساسي وبعد إصابته محدش توقع المستوى الرائع اللي عمله مصطفى شوبير حتى مش في النهائي بس لكن خارج الأرض أمام زينبي شوفناه زي فصدياته كانت مميزة في الدور الرابع النهائي بداية حتى من دور المجموعات تلحية مصطفى شوبير بيطمن مستقبل منتخب مصر في مركز حراسة المرمى وده المركز اللي دايما كان عندنا شوية أزمة أو ألأ طبعا مع تقدم عمر محمد الشناوي والاتجاه طبعا أو اقترابه من الاحتراف الخارجي لكن وجود حارس زي مصطفى شوبير له خبرات لعب أمام جماهير كبير حتى مش هذا الموسم بس لعب أمام الوداد المغربي في نهاية أفريقيا الموسم الماضي وكان مساهم بشكل كبير في مبارات الزهاب في فوز الأهلي فأعتقد مصطفى شوبير أثبت أنه هو يستحق الحصول على حارس مصر الأول في المستقبل طبعا طيب مدام فتحنا الكلام في نقطة مصطفى شوبير وبنتكلم على كابتن شناوي هل ده ممكن يساعد الإجراءات وممكن يساعد كابتن شناوي أنه الأهلي يقدر يسيبه بقى يحترف أسرع يسيبه في أين كان الشكل لكن هو كده المتطمن على مركز حراسة المرمى عنده طيب خلينا أقولك أنه فعلا قبل ظهور مصطفى شوبير أو قبل تواجده بشكل أساسي أو حصوله على الفرصة الكافية كان مرفوض تماما من جانب مسؤولي الأهلي احتراف محمد الشناوي رغم العروض المغرية اللي كانت بتوصله لكن الحقيقة مع مستوى مصطفى شوبير والتقلق الكبير اللي حصل في دوري أبطال إفريقيا أعتقد فيه موافقة مبدئية من جانب النادي الأهلي لاحتراف محمد الشناوي حال وجود عرض يليق بإمكانيات الحارس ويليق بإمكانيات النادي الأهلي أيضا فأعتقد أن وجود عرض احترافي للشناوي في الفترة القريبة أعتقد هيكون عليها موافقة نظرا لتواجد مصطفى شوبير ونظرا لتواجد الزنفولي الحارس اللي تعاقد معه الأهلي طيب الأهلي بياخد البطولة الاثناشر وأعلى نادي قد حصد هذه البطولة هل تتوقع أنه في المشتقبل أنا لا أتوقع بصراحة أن يجي نادي في أفريقيا يحصد أو يكسر أرقام النادي له خلينا أقول لك أنه هو النادي الأهلي حالة استثنائية يعني أعتقد حالة استثنائية من الصعبة تكرارها مش لكثرة عدد بطولات ولكن لسبات المستوى أو الاستمرارية كل الفرق في العالم بيجي لها وقت أباند داون يعني فيه وقت منشستر سيتي وقع فيه أوروبيا ريال مدريد فيه وقت وقع فيه أوروبيا مع تفوق ليفربور النادي الأهلي الحقيقي على مستوى بطول الدوري أبطال أفريقيا عنده استمرارية رهيبة جدا جدا ويمكن النادي الأهلي تحول أو يعني زي ما بنقول كده توحش بعد 2019 تحديدا بعد الهزيمة من صان داونز بخماسية قدر أنه هو يعني يتوج بعدد كبير من الألقاب قدر أنه يصل حتى للنهاية حتى لو متوجش فأعتقد هذه الهزيمة كانت البداية لزهور النادي كان نفسه قابل صان داونز أه بحقيقة لزهور وجه جديد جدا لنادي الأهلي لكن وجود نادي تاني يقدر يحقق نفس الأرقام بنفس الاستمرارية أعتقد صعب جدا جدا السبب في ده أن فيه منظومة في نادي الأهلي طبعا نادي الأهلي منظومة إدارية منظومة فنية منظومة حتى بتمثل الاستقرار داخل غرفة الملابس أي لعب داخل النادي الأهلي عارف أنه هو داخل على منظومة سبتة وبالتالي بيقدر ينسجم سريعا في هذه المنظومة وده اللي بيساعده على النجاح الحقيقي يمكن دي واحد من الأسس القائمة عليها الرياضة في النادي الأهلي مش بنتكلم بس في كرة القدم أنت حتلاقي ده في أي لعبة سواء فردية أو لعبة جماعية المنظومة أو الشكل المؤسسي اللي بتعمل بالنادي الأهلي أعتقد هو ده العامل هذا بالتأكيد طيب لو أنت كولر وداخل على السوبر هتعمل إيه؟ مين اللي هيلعب؟ عندك الشناوي جاهز وكامل جاهزيته وعندك مصطفى شبير شباكه نظيفة بقاله قد إيه؟ وعمل رقم راكورد هتعمل إيه؟ يعني خلينا أقولك أن السوبر الإفريقي لسه أو معاده المبدأي في شهر ستمبر اللي جاي فلسه عنده وقت أنه هو أو المتغيرات ممكن تكون وقتها مختلفة لكن بهذا الوضع الحالي هو كولر أكد حتى في تصراحاته أن الشناوي هو الحارس الأساسي لسه الحارس الأساسي لكن زي ما قلتلك مصطفى شبير مش هيقعد بديل باستمرار بعد كده يعني هتلاقي أو هتلاقي ممكن كولر يستخدم سياسة التدوير في مركز حراسة المرمى رغم أن دي مش سياسته خالص لكن مصطفى شبير الحقيقة هيقبره على استخدام سياسة التدوير بحيث أنه هو ممكن يمنح الشناوي مباراة أفريقية أنت عارفة طبعا الأهلي بيواجه ضغط مباراة في كل البطولات يعني يمكن حتى تتويجه بدور الأبطال وصلوا للمشاركة في إنتر كونتيننتل البطولة المستحدثة من جنب الاتحاد الدولي للكورت القضا فالأهلي يواجه ضغط مباراة كبير جدا جدا فأعتقد ده يمنح مارس الكولر أنه هو يستخدم سياسة التدوير في مركز حراسة المرمى وفي كل المراكز فهنشوف مصطفى شبير في كل المراكز آه في كل المراكز لأن دايما مارس الكولر بيحب اللاعب البديل يكون جاهز دايما دايما عنده لعيبة أو دايما في كل مركز فيه أكثر من لعب مميز جدا فأعتقد أنه هنشوف سياسة التدوير مع مارس الكولر على المستوى المحلي وعلى المستوى الإفريقي بشكل كبير جدا الفترة الجاية أعتقد أنه السياسة التدوير دي مهمة ومهمة كمان للعيبة نفسها عشان تتحفز أن هي تلعب وهو كمان مارس الكولر بيعتمد الفترة الأخيرة على أنه اللاعب نفسه يلعب في كذا مركز فهو متطم أنه عنده على الدكة فريق جاهز لو الفريق ده مش موجود فالفريق ده جاهز أنه يغطي طبعا يعني خليني أخد من كلامك أبرز مثال بارح شفنا تبديلات مهمة جدا شفنا ديانج بيعود من الإصابة استخدموا مارس الكولر على المستوى الدفاعي شفنا محمد مجدي أفشة شفنا ريدا سليم شفنا بدائل جاهزة جدا شفنا قهربة حتى في مركز المهاجم فاعتقد الأهلي ما يميزه الفترة الحالية أنه عنده تشكيل أساسي قوي وعنده دكة يقدر معاوه تايو ديانجي كمان طبعا جدا جدا كراك في أداء مبارح؟ لا الحياة كان أداء مميز جدا أداء قادر يعني الحياة كان أداء هجومي مميز جدا وزي ما قلت لك مارس الكولر دايما بيطور كل لعب يعني كريم فؤاد حتى على مستوى تطوير الهجوم الخاص به كريم فؤاد لاعب 71 مبراوعة نادي الأهلي سجل 7 أو صنع 8 فبتتكلم قبل انتقاله للنادي الأهلي ما كانش ده كريم فؤاد فالحياة مارس الكولر بارع في فكرة تطوير كل لعب على المستوى الفردي حتى على المستوى الدفاعي الأهلي قوي جدا دفاعيا في هذه النسخة من دور الأبطال الأهلي حتى ما تعرضش للهزيمة في هذه النسخة من دور الأبطال وبيتوج بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه دون أي هزيمة وده رقم مميز جدا مارس الكولر فمش بس بكلمك على التتويج ببطولة بكلمك على منظومة دفاعية مميزة جدا جدا الأهلي والزمالك حيكونوا في الدوري أو السوبر يعني الكرة المصرية أعتقد عملة طفرة كبيرة جدا ويعني حاجة مختلفة وأعتقد نقدر نسوأ لها كويس أو الفترة جاية بعد تلاتين سنة أو تحديدا بعد أربعة وتسعين الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي مرة أخرى ودائن دل على شيء دل إن الكرة المصرية مازالت مميزة ومازالت متفوقة في القرى الأفريقية شفنا الزمالك إزاي بيتفوق على فريق مغربي قوي زي نهضة بركان متمرس في البطولات الأفريقية وشفنا الأهلي بيتفوق على مختلف الفرق يعني أخيرهم الترجي التونسي الفريق المميز فالحقيقة الكرة المصرية بتؤكد سيطرتها على أفريقيا بشكل تام والسوبر الأفريقي إن شاء الله هيضيق أو هيكلل هذه المجهودات وهيؤكد على قوة الكرة المصرية من الحاجات الجميلة أنه الأهلي لما بيفوز ببطولة بنلاقي أن الصحف والأنديال العالمية بتحتافي بدأ شفت ده إزاي؟ طبعا يعني الأهلي دايما بيشرف مصر في المحافل العالمية شفنا أكثر من تهنئة من نادي يعني يمكن منشستر سيتي النموذج الأبرز أو النموذج الناجح في إنجلترا شفنا برضو إشبلية الأسباني فأعتقد نادي الأهلي دائما وأبدا بمشاركاته العالمية يمكن زي ما قلت لك الأهلي حتى هيشارك في كاس العالم الأندية 2025 إنتر كونتنينتل هيواجه فرق عالمية كبيرة فأعتقد مع استحداث الاتحاد الدولي لعدد من البطولات العالمية اللي هتشهد وجود أكثر من فريق عالمي ده هيساعد أيضا على ظهور الفرق المصرية ونقدرون الأهلي عمل لنا اسمه بره طبعا طبعا وحتى يعني بكلمك على كمان الزمالك أو بما إننا تكلمنا على الكرة المصرية بشكل عام لا أعتقد الكرة المصرية في على الطريق الصحيح بتسري على الطريق الصحيح من خلال طبعا تفوق الأهلي والزمالك على المستوى الإفريقي حينعكس ده إزاي بقى على المنتخب في الفترة الجاية أعتقد إن مبارح والأسبوع اللي فات كابتن حسام حسن قاعد وبيكتب طبعا قاعد وبيدون وبيشوف تفتكر ده حيفر إزاي في الفترة اللي جاية بالذات كمان فيه اختيارات كابتن حسام في تأسيم في كل حاجة يعني الحقيقة منتخب مصر عنده مباراتين مهمين جدا أمام بوركينا فاس وغينيا بيساو في تصفيات كاس العالم أعتقد إن الحالة الزهنية أو الحالة الفرحة الموجودة عند لعيب الأهلي والزمالك والتفوق الكبير الإفريقي هينعكس بشكل إيجابي جدا على منتخب مصر هينعكس بشكل كبير على لعيب منتخب مصر لكن خلينا أقولك بعيدا عن اللعيبة المحلية عندنا لعيبة محترفة مميزة جدا يقدروا يساعدوا منتخب مصر بتتكلم في عمر مرموش نجم فرانكفورت ربنا يسلم بقى إجراء العملية في التوهيد ده يعني حتى على المستوى بعد تعفيه هيكون عنصر مميز جدا مصطفى محمد لعب ننتل شوفنا تطور إزاي حدث ولا حرج عن محمد صلاح الحقيقة فأعتقد إن وجود اللعيبة بحالة ذهنية أو نفسية مريحة ما بين الأهلي والزمالك والتتويج الإفريقي مع وجود المحترفين مع وجود عناصر من فرق الدوري الأخرى مميزة برضو ظهرت بشكل كبير الفترة الأخيرة فأعتقد إن منتقى مصر إن شاء الله هيقدر يتأهل وبسهولة إن شاء الله إلى كاس العالم إن شاء الله طبعا بنشكرة جزيلا شكرا مهاب من دوح الناقد الرياضي شرفتنا ونورتنا شكرا Grannyزيلاد شكرا Хотя . .. 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